تقوم الشركة المصرية للرمال السوداء باستخلاص المعادن الاقتصادية من هذه الرمال وتقوم بفصلها وتسويق منتجاتها محليا وعالميا يأتي ذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة لخمات المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتحويلها إلى منتجات جاهزة لصالح صناعة السيارات والإلكترونيات وهياك للطائرات اشتركوا في القناة وللمتابعة معي عبر الهاتف الدكتور خالد الشفحي رئيس مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية دكتور هذا دعم رئاسي لمشروع الرمال السوداء كيف ترى والمردود الاقتصادي لهذا المشروع الضخم على الدولة الحياة في البداية بسرخي لحضرتكم وسرخي لسادة المشاهدين في كل مكان رمال من ذهب هذا ما يطلق على هذا المشروع اللي قدرت اتفادة السياسية بفضل الدعم المتناهي في الحصول على استغلال أمثل لكل السروات الطبيعية المتاحة والموجودة واللي كان بيتم هدرها في الماضي النهاردة بيتم استغلالها استغلال أمثل من خلال هذا المشروع القومي العملاق الذي يحقق مزيد من توافر فرص عمل مزيد من توافر مواد خام جديدة تدخل في صناعات متعددة أكثر من ست معاد تستطيع أن تكون مادة خام في أكثر من الصناعات الدقيقة والمتقدمة وعلى رأسها هيك للطائرات والمفاعلات النوائية والزجاج والصناعات الجديدة كل ده قدرت الدولة المصرية بدعم الكهاز السياسية أن تستغل ما هو لديها من هذا الكنز اللي كان ما تكون في الرمال وهو أصبح أول مشروع في الشرق الأوسط لاستغلال الرمال السوداء نعم هل ترى أن هذا المشروع يمكن أن يكون قاعدة لمشروعات قومية أخرى مرتبطة بهذا المجال ويعني أي جاذبية تراها أكثر لهذا المشروع سيكون للاستثمار الأجنبي أو المحلي الخاص الحقيقة هذا المشروع أعطى مزيد من الدعم لتوفير مواد خام جديدة في مصر النهاردة كان لدينا لدى العالم كله بطباطه سلاسة الإمداد والتوريد مواد خام العزيزات كل باستماعات جديدة النهاردة الدولة المصرية قدرت بهذا المشروع أن تندق المادة الخام التي تدخل في مزيد من الصناعات القائمة والجديدة وبالتالي سنشهد خلال الفترة القادمة مزيد من الصناعات والشركات والتوطين صناعات جديدة بالقرب من هذه الشركة لتحقيق الاستفادة القصوى عما أنتجته هذه الشركة من هذه المعادن ومن هذه القدرات لتكون زيادة لصالح الانتاج النتج القومي الإجمالي وزيادة في توفير فرص عمل وزيادة في توفير مزيد من الدعم لهذه الصناعات وتوفير المادة الخامة وتكون قادرة على دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة أشكرك دكتور خلد الشفعي رئيس مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية